وعندك برستاو دي مشكلة عشان كده اي نجم بيجي النادي الاهلي بيكون مكسر الدنيا برا داي خليني داي خليني اسألك على محمد شريف انت شفت محمد شريف من ساعة كلاس الأمم من بعد كلاس الأمم مفيش ثقة خالص النهاردة عيني او مرة شوفهم بالترفس ضرب صباحة حتى مش قصده يقعد انذار ومش من عوايده كل ده كابتن ضغوط عليه كل ده ثقة رايحة منه انا بطمنه وبقوله انت انت من احسن فرق مصر بقوله انت هتشير النادي الاهلي وهتشير منتخب مصر وانت لسه صغير فطلع من دماغك الحاجات دي هي تفتح معها بس بجون وهتلاقيها مشت بس انا مش فكرة انا حسيت بيه النهاردة يعني النهاردة لما الاهلي يكسب اربعة وهو ما يجيبش فيها الجوان ممارات الهلال السعود ممارات الهلال السعود والسوداني لا في حاجات كتيرة انا حاسس ان هي هربانة منه شوية ولكن انا بطمنه وبقوله لا جمهور الاهلي بيحبك جمهور مصر كلها بتحبك فلازم ترجع للمستواك قبل ماتش السنغال يعني محدش عارف بكرة فيه ايه هو مصطفى محمد كذا فرود لازم هما اللي يفوقوا عصد انت لو دخلت عالسنغال وانت بتجيبش جوانا شريف ولعبت مشكلة فلازم يفوق نفسه وينسى زي ما النهاردة فرحان بحسين الشحاد لا ابتدى ابتدى يرجع تاني يفوق عبدالقادر يبتدى ما ينزلش شط التهي الحريف دايما لما بينزل شوية صغرين ما بيلحقش ووحمد عبدالقادر حريف حسيت النهاردة انه هو لا محتاج وقت طويل مبرل